اهلا بكم مجددا قالت وسائل اعلام النظام ان خط نقل الغاز من حق الاشعار الى معمل ابلى بريف حمص تم استهدافه في الليلة الماضية واعلنت وزارة النفط التابعة للنظام ان الخط المذكور تم اصلاح اعمال الصيانة فيه والجدير بالذكر ان ازمة الوقود التي يعاني منها النظام تتفاقم بشكل متسارع وذلك في اعقاب العقوبات الامريكية ضد ايران التقرير التالي والتفاصيل لن يحتاج الامر الى مهارة اقتصادية عالية كي تعلم ان النظام في سوريا يعاني من ازمة اقتصادية نفطية انعكست بشكل صارخ على مفاصل الحياة في مناطقه التي يسيطر عليها سيعلن اعلام النظام ان خط نقل الغاز من حقل الشاعر الى معمل ابلى بريف حمص تم استهدافه على حد زعمه وفي الوقت نفسه ستسارع وزارة النفط التابعة للنظام لتعلن عن اصلاح هذا الخط الذي ينتج قرابة 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الا ان اصلاح خط نقل الغاز من عدمه لن يمكن النظام من تجاوز ازمته الخانقة التي يترنح تحتها بمنطق الارقام فان النظام فقد شريان الحياة الذي يغذيه فضلا عن ان انتاجه النفطي لا يغطي احتياجاته اليومية ومن المؤكد ان العقوبات الامريكية على ايران حرمت النظام من امداد النفطي كان يتكئ عليه في السنوات الماضية وتسببت العقوبات بتشفيف تدفق النفط الايراني اليه وما لا يمكن القوز عنه هو عدم استطاعة النظام الاعتماد على النفط الروسي واستبعاد التوريد عن طريق النقل البحري نظرا الى ارتفاع التكلفة الباهظة وعدم قدرة النظام على تسديد ثمن النفط بالرغم ان موسكو وقعت مع النظام عدة عقود للتنقيب عن النفط والغاز واستخراج الفوسفات اذن ايران لن تتمكن من ايصال النفط الى سوريا في الوقت الحالي ولن يبقى امام النظام في هذه الحالة سوى انتاج 24 الف برميل وهو انتاج ضئيل وشحيح لن يسد الثغرات الاقتصادية المفتوحة فالنظام يحتاج الى 136 الف برميل وبالانتقال الى مناطق سيطرة القوات الكردية فان النظام كان يعتمد على النفط القادم من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تستحوذ على نحو 80% من النفط لكن الضغوط الامريكية على قصد اوقفت التعامل بين النظام وقصد ليبقى النظام دون اي مصدر نفطي ما البدائل التي سيسدقها النظام لتزويد صهاريجه الفارغة بالنفط والوقود ام ان حركة النظام النفطية ستبقى مشتولة في ظل العقوبات الامريكية على ايران وما مصير النفط السوري الذي تسيطر عليه قصد وهل انعكس على الحياة الخدمية على سبيل الذكر قد يكون السباق على النفط والصراع من اجل البقاء حول هذا معنا من باريس الكاتب والصحفي عبد الناصر العيد ايضا معنا من غازي عنتاب الكاتب والصحفي مرشد النايف مساء الخير لكم ابدأ من عندك سيد مرشد اصلحة وزارة النفط التابعة لحكومة النظام العطل نتيجة هجوم من قبل مجهولين على خط لنقل الغاز عفوان من حقل الشاعر الى معمل ايبلة ومن ثم الى محطات توليد الكهرباء هذا الحقل ينتج 2.5 مليون متر مكعب يوميا لكن يفتح هذا على كل حال باب السؤال عن مصادر الطاقة في سوريا والمقسمة الغاز عند النظام والنفط عند الادارة الذاتية ما هو هذا الواقع مساء الخير لحظة تقول السادة المشاهدين نعم مساء الخير لحظة تقول السادة المشاهدين في تقديري الشخصي أنا لن تصلح الكهرباء ما افسده نظام الاسد الغشوم كما يقول بيات يوما ما حقيقة الامر ان نظام الاسد يعني يعاني من عجز مزمن في مشتقات الطاقة طبعا يعني نعرف الاسباب الحقيقية لذلك من بينها على سبيل المثال التفات نظام الاسد الى يعني تعمير ترسانته العسكرية على الدوام وعدم الالتفات الى بناء مخزونات ان كان من الغاز او من النفط كما تفعل الحكومات الرشيدة في كل احوال الموارد او الروافد النفطية لنظام الاسد تعاني من جفاف ايضا شديد جدا جدا حركة التهريب تراجعت الى ادنى مستوى بين لبنان وبين سوريا سياسة العصر الامريكية عن طريق العقوبات على النظام الايراني جعلت نظام الملال ينكفئ ويلتفت الى الداخل ويعني ما فعلته حكومة جبل طارق مؤخرا من ايقاف لقلط النفط العمليا التي كانت تنقل دعوى اكثر من مليونيطا الى سوريا كل هذه العوامل مجتمعة تشدد الخناق على نظام الاسد وتجفف الموارد شيئا فشيئا ما يعني ان الازمة تكبر ككرة الثلج وان كانت حوامل الطاقة في الوقت الراهن تلبي الحد الادنى من احتياجات السكان في مناطق نظام الاسد لكن لن تكون كافية ولن تكون مستدامة نظام الاسد بجراء العقوبات الامريكية الشديدة التي بدأت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على ايران فقد وقد يكون يعني الى ابد هذا النظام فقد تواتر الامدادات فقد انتظام الامدادات النفطية التي صرح عنها رئيس حكومة النظام انها كانت تبلغ نحو مليوني برميل يوميا وعليه ينتقل نظام الاسد من مربع ازمة طاقوية الى مربع اخر اكثر عمقا اكثر ضيقا لا يمكن النهوض منه بسهولة طالما بقي هذا النظام موجودا وطالما بقي التدفقات الاستثمارية لا تلتفت نعم لا تلتفت الى تأهيل وعاية ترميم ما تم تدميره من حقول نظر سنركز على هذه النقطة في هذا المحور سيد عبد الناصر مرحبا بك مجددا البحث عن بداء لهذا الموضوع كان نظام عبر وسطاء مثل محمد القاترجي وغيره او عائلة القاترجي التي تقوم بتهريب النفط من مناطق الإدارة ذاتية الى مناطق النظام لكن اليوم كيف هو وضع النظام خصوصا مع الضغوطات الامريكية على قصد التي لم تعد تورد النظام تورد النفط الى النظام عفوا ام يوجد جديد في الموضوع نعم بالحقيقة نحن في صحيفة جسر درسنا هذه المسألة هناك استقرار نفطي واضح لدى النظام يعني ومع الإيقاف النفط من القادم من إيران والمنع الكامل بالواقع لتصديره او حتى تهريبه عبر العبارات النهرية بنهر الفرات بشكل شخصي وعن طريق مجموعات محلية أهلية تم القضاء عليه بشكل حازم يعني القوات الامريكية تطلق صباريخها على اي عبارة نفطية تحمل عشر براميل نفط ممكن باتجاه الضفة الأخرى من نهر الفرات اللي كانت هذه العملية تنعشو نوعا ما بحثنا بالموضوع ووصلنا للمعلومة التالية وما بعد نحن نشرناها بصحيفة جسر لكن لاحظنا أنه لم تأخذ حقها من النشر وهناك أطراف بالعراق تحديدا تمنع نشرها المعلومة هي أنه يوم الثلاثاء الماضي عضو لجنة البرلمان لشؤون الطاقة في البرلمان العراقي واسمه عواد العوادي طرح أنه هناك عملية تهريب يومية بمقدار 25 ألف برميل نفط إلى سوريا وهو كان يطرحها بأنه هاي الكميات لا تدخل إلى الموازنة يتم تهريبها عبر ميليشيات وعبر وسطاء بين نظام وإيران والحشد الشعبي ولا تدخل الموازنة العراقية هو طرح هذه المسألة في البرلمان العراقي في جلسة سرية ونحن هذه المعلومة حصلنا عليها من مصدر سياسي عراقي رفيع المستوى ولدينا الوثائق والإثباتات عليها طرحها بصيغة أنه في 60 مليون هاي عم تتسرب من الخزينة العامة شهريا وعنده سؤاله قال أنه هي في عملية تهريب لـ 25 ألف برميل يوميا لنظام الأسد الآن هذه الـ 25 ألف برميل إضافة إلى ما يستطيع أن يحصل عليه النظام من الآبار وربما إلى الآن يوجد بعض التهريبات من قصد لا تستطيع قوات التحالف الدولي أن تلتقطها لكن بالنسبة للنشاط مع قصد كان عبر محمد القاترج لكنه توقف أليس كذلك الحقيقة ليس فقط القاترجي القاترجي هو شركة كبيرة وشهدت وصدرت عليه عقوبات أميركية ومنذ حوالي شهرين انتهى نهائيا لكن النظام يعني يعتمد على أي مسرب وكان هناك عشرات التجار المحليين يشتروا النفط من قصد ويقوموا بتكريره محليا ومن ثم يهربونه كنفط يعني مفروض مازوت وبنزين عبر نهر الفرات إلى الضفة الأخرى التي يسيطر عليها النظام وكانت في عمليات نشطة ويوميا يعني يهرب يعني بأعتقد مئات البرامر أعود إلى السيد نعم سيد مرشد بمنتصف شهر إبريل نيسان تقريبا كشفت صحيفة الوطن عن توقيف إيران للخط الاتيماني المتعارف عليه منذ بعد بدء الثورة تقريبا وقعوا خط اتيماني كانت تولد النفط من خلاله إلى سوريا أيضا شاهدنا ما حصل في جبل طارق أيضا عماد خميس رئيس وزراء حكومة النظام صرح في أبريل بأنه منذ ستة أشهر أي منذ نوفمبر الشهر العاشر في 2018 لم تصنى نقطة نفط واحدة هذا بالحرف صرح به عماد خميس من إيران إلى سوريا إذن كيف يمكن الحديث اليوم عن أزمة المحروقات في مناطق النظام وكيف ستنعكس على الشارع وهل يستطيع النظام سد النقص الحاصل جراء هذه الأزمة مع الحديث عن دخول 25 ألف برميل من العراق وهو معروف بأنه يوجد مع العراق تبادل تجاري في هذه الناحية بالتهريب ولكن الأرقام ليست محددة اليوم يتحدث سيد عبد الناصر بأنه 25 ألف برميل بحسب مصدر سياسي للجسر نعم ما تفضل به صحيح بالمطلق يعني كما تفضلتم في تقرير البداية وزارة النفط في حكومة النظام تقول أنه آخر كمية إنتاج وصله إلى هي 24 ألف برميل فإذا ما أضيفها إلى 25 ألف برميل الآتية من العراق لم نصل بعد إلى لم نصل بعد نعم لم نصل بعد إلى نصف الكمية المطلوبة التي تقدرها بنهاية 2017 بنحو 140 ألف برميل حاجة النظام يوميا قطاع النفط بالإجمال في سوريا قطاع إنتاج النفط أقصد تعرض إلى تهتك كبير النظام الدعم الإيراني موسكو لا يلتفتون إلى إعادة تأهيل هذه الحقول ولذلك كما نرى الاختناقات تتوالى إن كان في الصيف وإن كان في الشتاء حينما نتحدث عن النفط يعني وأحد مشتقاته المازوط الذي يعرف بأنه سلعة محرضة يعني تتوقف على أسعار المازوط على توفر المازوط الكثير صحيح من القرارات الاقتصادية إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام وعليه نرى أن حافز أو دافع النمو الأول لعجلة الاقتصاد في مناطق سيطرة أساتية مفقودة لانعدام توفر معنى كلامك بشكل أبسط سيد مرشايد معنى كلامك بأنه أزمة المازوط تحديدا ستنعكس سلبيا على ليس فقط المعيشة وإنما على واقع الصناعة والتصنيع يعني بمعنى لا يوجد مكانات أو آلات تستطيع أن تشتغل بمادة المازوط بالضبط الإشارة في محلها نعم يعني إنكماش عجلة الاقتصاد توقف عجلة الاقتصاد يعني المزيد من صفوف البطالة يعني القلة في الإنفاق يعني وإلى آخر مصفوفة الفقر إذا التفتنا إلى الجانب الآخر من مشتقات طاقة وموضوع الغاز الغاز 58% من محطات توليد كارباء في سوريا تعمل على الغاز يعني 9 من أصل إداعش يشتغلوا على الغاز عدم توفر الغاز أيضا يعني تقنين قاسي جدا جدا في التيار الكهربائي على أيضا ما يعني ذلك باختصار شديد قبل أن نتعلم نعم 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 أنا أرى أن العباء المعيشية أنا أرى أن العباء المعيشية تزايد على السوريين ودليل ذلك وتراجع صرف الليرة السورية حالما تبدت الآثار السلبية القاسية للعقوبات الأمريكية على إيران وانقطاع التدفقات النفطية على نظام الأسد نعم طالما نتحدث عن الطاقة عبد الناصر اليوم الإدارة الذاتية تسيطر على أكثر من 80% من حقول النفط في سوريا والنظام كذلك على أبرز حقول الغاز ولكن فيما يتعلق بالإدارة الذاتية لماذا لا نرى هذه الأموال التي تأتي مقابل الإنتاج النفطي خصوصا مع الحديث مؤخرا عن توقيع قصد لعقد مع شركة إسرائيلية لتقديمها فيما يتعلق بالنفط لماذا لا ينعكس هذا المال الناتج عن الإنتاج النفطي لا ينعكس على الواقع الخدمي في مناطق الإدارة الذاتية منها تذهب إلى جيوب الميليشيات المسيطرة على المنطقة فيما يتعلق بالشمال الشرقي نتحدث للتوضيح بالنسبة لما أرادته جريدة الأخبار اليوم حول علاقات بين إسرائيل والإدارة الذاتية لتوليد النفط أنا داخل استوديو وصلتني رسالة من مراسلتنا في الحسكة تتضمن بيان من الإدارة الذاتية في نفيا قاطع عن هذه المسألة ومعرفة جريدة الأخبار جريدة مسيسة وغير مهنية لكن بخصوص الإيرادات النفطية والمتوقع بأنها حوالي 100 ألف برميل يوميا قصد بالتأكيد تستثمرها باستثمار سياسي لصالحها ولصالح توجهها وخطها السياسي وتقوم بدعم فعاليات وأنشطة وأفراد وجمع ومجموعات تصب في خانة توجهها السياسي يعني على سبيل المثال هي تدعم المناطق ذات الكثافة الكردية الأكبر عمودة الدرباسية القامش لنوعا ما وتدعم كل الشكل من أشكال التنظيم والخدمات وغيره في تلك المنطقة يعني أي خمس أشخاص ممكن يتجمعوا ويعملوا منظمة وممكن تأخذ تميل ولا يكون يعني نقابة الكوافيرية والحلاقين تقدم لهم أموال فيه سبيل دعم وأنعاش هذه المجتمعات وتقويتها بالمقابل يتم حرمان المناطق العربية التي فيها معظم الأبار النفطية وعلى سبيل المثال دير الزور من عائلات هذا النفط وعلى سبيل المثال منذ فترة قبل أن تندلع الاحتجاجات في دير الزور كان لتر المازوت بالمنطقة المشار إليها التي هي ذات كثافة كردية والتي فيها جمهور قسد السياسي كان سعر اللتر المازوت 50 ليرة سورية بينما كان في دير الزور مكان ما يتم إنتاجه 170 ليرة سورية يعني هناك في استثمار سياسي للمسألة والآن هم أعتقد يعانون من الحصار مثلهم مثل نظام الأسد نظام الأسد بحاجة ولا يستطيع أن يدخل إليه شيء هم بحاجة التصدير ولا يستطيعون أن يصدروا بسبب أن تركيا تمنع والعراق أيضا لا يستقبل والنظام الآن التركي الأمريكي لا يسمحون فهم أيضا في أزمة تصدير لكن بالعموم هم يستخدمونه لأغراضهم السياسية بالدرجة الأولى ولا يعامل كثر ووطنية من حق كافة السكان بنعم أو لا سيد مرشد كي اختم المحوار بنعم أو لا هل تستطيع روسيا دعم أو سند النظام في هذا الملف ملف الطاقة تحديدا أم لا يوجد شيء ببلاش بالعامية بالتأكيد تستطيع لكنها لا تفعل لأجل أن يبقى النظام تابعا بالمطلق لقرارات موسكو شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي مرشد النايف كنت معنا من غازي عن تابلة أنسى أن أشكر الكاتب والصحفي عبد الناصر العيد كان معنا من باريس مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة تابعون على سيريا دوت تي في إلى اللقاء اشتركوا في القناة